تواصل وزارة التهران المدني مشاركتها في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث شاركت وزارة التهران المدني ممثلة في أكاديمية مصر للتهران للمرة الثانية على التوالي من خلال تقديم دورات تدريبية متعددة في كافة المجالات ونظمت الأكاديمية برنامجا تدريبيا في مجال تحليل البانت على مدار سلسة أيام ومن المقرر أن يتم تكرار التدريب مرة أخرى خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين بهدف تنمية المهارات البشرية ورفع كفاءة الشباب في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة يأتي ذلك في إطار مواصلة جميع جهات ومؤسسات الدولة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان